اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تنسوش تشتركوا من فضلكم وتابيوا على كلوش هكذا تتبعونا وتتبعو كامل برنامج خلال السنة اذا كنت قلت بلي الأسبوع اللي فات وضعت المقطع الأول تجميع المواد في مختلف الأطوار من القسم التحضيري حتى القسم سنة الخامسة واليوم بما أنه المقطع الأول ما حاش يخلاص في ضرف أسبوع وكان أيضا بعد الأسات اذا لم يبدأش مباشرة في البرنامج داروا مراجعات تقدروا تقويم تشخيص التلاميذ اذا البرنامج راح يقدموه حتى يوم الأحد بإذن الله قلت نسغل هات الأسبوع في الإجابة على بعض الأسئلة وطالبات بعض الأولياء والأساتدة أيضا فيما يخص الأسئلة بدوكم نجاوب عليهم لكن قبل ما نبدأ نجاوب عليهم نقول لكم باللي طالبات اللي طلبتوهم مني راح نوضحها فراء بالتحميل كما عودتكم فلا ديسكريبسيون تعل فيديو راح تلقاوا الرابط لتحميل طالبات اللي طلبتوهم مني ولما نجاوب على الأسئلة راح نرجع ونشرح لكم وشو وضعت إذن سؤال أول قلتوا لي كيفاش باش لنفون يحب لإيكول باسكو سيختان نفون يدخلوا أول اخترى المدرسة ومع لبلكم ماشي حبينا يروحو يبكو ايتو أنا جبت نصائح اليوم نوجهها للأمهات يعني ولا الآباء أولئة التلاميذ ونرجعها أيضا للأستاد إذن نبدأوا بتاع الأمهات الأمهات ونقول لكم بلي إذا مثلا عندكم ذكريات موفي سوفينير جوستو هنتوما في المدرسة يفو باتحكي وحق دام لنفون باسكو الطفلة تاعكم يفا بانسي بلي سافاس باسي لامام شوز معاه ولا تقدر تصارالو مكتر وبللي لكل سي با نضغوة أغريابل سما من الدبو غير يجي رايح يتفكر لحكاية تاعك ويخمم باللي ما حاش يكون مليح وديجا غير هاد الفكرة راح تسترسي وتخليه يبكي وما يحبش يقرأ وما يحبش يركز مع الأستادة وغيرها أيضا مدابية كي أخرج لنفون من لكل بعد ما تحطوه وفوز انترسي أسكيل في أوجو جوي تلقسوه وش درتو اليوم وش خرجتو في الساحة لعبتو ما لعبتو وش قريتو في المدرسة وش أعطاتكم أني ساتي كوم عامل هاكدا هاد الحاجة سفالويدوني لقو باش يروح للكل وحاجة وحد أخرى تانيت كي ما كامل كامل أمهات أنا وحدة منهم للكل كل من حطوه طفل التعنى أول مرة تكون عندنا بعض تخوفات من الأستاد كيفاش رح يكون هاد الأستاد ولا من المدرسة كامل بصيفة عامة طفل التعنى كيفاش رح يكون يلي أمبورطن بلي هاد تخوفات ما خلوش طفل التعنى يحس بهم بسك لازم الطفل يحس بلي لفون كنفوانس في للكل ويفون كنفوانس لزنسانيون باش هاكدا يرتاح و أيضا لما تكون عندكم نقطة مراكمش داكور فيها مع الأستادة ولا مع أي عضو من المدرسة تكون نقطة حكاها لكم وليتكم ولا حاجة قريتوها ما عجبتكمش ما تهضروش عليها مباشرة قدام الطفل ماذا بكم تشدو موعد تروحوا تشوفوا الأستادة ولا تروحوا تشوفوا المديرة وتشرحوا لها البخو بلم ولا النقطة لما عجبتكمش ما تحكوش عليها مباشرة عالطفل باش ما يديش نظرة سلبية لازم دايما خلوه يفكر بطريقة إيجابية في المدرسة سينو ما ما يولي يروح ما حاش يقدر يركز ويقعد دايما متخوف وهادك ستخس راح يديرنا عفايس واحد داخرين على الطفل معلش نولو للأستادة كان بعض الأستادة والله غير يعني ديجا أغلبية نقدر نقولو تال الأستادة هم يديرو une mise en place تا واحد لسيستام de responsabilité للألف يعني متلان يمددو التلميذ تاهم بش يمسح سبورا ولا يقولو لأيا رمس لدوور ولا هك وزع الكتب ولا هك خود هد الوات اغ لدوكم مددهم لديركتر ولا لأستادة الفلانية لقسم الفلاني هاد لرеспonsabilité يفون ان صور ك لالألف يحس روحو بلي إلا ان رول جوي فلا كلاس تاهم بلي يل كنت أيضا النقطة وحد أخرى سبين تنكوراج لزال في la progression تاهم وفي لزفور لديرهم ما شغل لزال اللي متعودين عليهم يقرام ليح وعندهم إجابات اتو اتو مام تلميذ لما في يحشم اللي عندو ضعوفات اللي عندو دي لكن لازم دايمن الفيليسيتي وهم لفيد دي النقطة هدي راح تنكوراج ها كتر وكتر ويتحفز باش يخدم أيضا وحد السيستام تعليز تيكات هدو بطاقة الاستحسان أنا حطته لكم ديجا في فيديو آخر حطيت لكم رابط باش تحملوهم هدو بطاقة استحسان كون تعرف القيمة تاح أن تلميذ كيف شيف راح بيها تحفز كتر وكتر ويولي يسن غير وقتاش يسيد يجمع تانية ولا يجمع تالتة ولا تقول لهم باي ايالي الحق العشرة بطاقات خلال هدو الشهر تع استحسان راح نعطيل جائزة ممكن تكون هدو الجائزة قصة ممكن تكون مقلامة ممكن تكون أي شي مهم باش نحفزوه باش هكدا يولي يركز معانا كتر وكتر ولي حبي يجي للمدرسة بس كيو عندو حاجة راه يسن فيها دونك وش نقول لكم انا ياب هدو هم النقاط لي عاون تلميذ باش يحس روح مليح في الكلاس ولي كيو تلميذ يحس روح في الكلاس ويحس بلي إلي فالو غيز يعني عندو قيمة وعندو انغول راه يلعبو داخل القسم التاعو هاد الحاجة راح تسعدو في النجاح أكيد بحول الله وكاين أيضا بعض الأولياء تنقلو لي باللي الكتابة تع أطفالنا راديقة ولا يكتب ميت باش الخات ولا كتب تاعو سي باس انا وش نقدر نقول لكم نقدر نقول عندي تخو شوز ولا كات اولا يفو تعلمو كيف يشد correct من الكريان لانفان يشد الكريان تعو باللي بوس تعو بالندex أو بالماجر لتخو دواء هادو يفو يشد بهم القالم أيضا نقول لكم حاونوهم بلا méthode تع لبوان ديرو لهم نقاط هكدا هادو كنقاط يرليوهم يربطوهم وانتو ما بهاد نقاط ديروهم على حسب المقايي الصحيحة للحروف كما بعض الكراريس اللي رهم يتبعو خصوصي خاص للكتابة توما تقدرو تعملو نفس شيء في البيت تحكمو ورقة ولا كرس ديرو خاص لهاد لجوغ داكتيفيت باش تمو تيفيو بهم لبخاتيك ألو الطفل التعنا قلتلكم ديرو لهم دي بوانتي وتعطيهم يكتبو يكون عندو وقت فارغ ولا خرج من المدرسة ما عندوش فرض قال يوم عندك هاد لها باش حاول كتبها أيضا نقول لكم بلك وليدكم عندو نقص في الرؤية خاتش لما تكون عندك نقص في الرؤية مثلا تكون عندنا صعوبة باش نقل الإدراك بين اليد والعين دونك ممكن تكون هذه هي النقطة أيضا الوضع الوضع سيختو الوضع الطفل لازم يكون في وضع موريح وما يضغطش على القالم يعني لما يجلس راح يجلس على الكرسي والقالم والورقة يكونوا فوق طاويلة ماشي يكتب هو قاعد فوق حجره ولا فوق جنوته لا هذا هو الوضع اللي ساعده ومامتون راه يدير ويدرب ممارسة يومية يكتب بضعة أستر في مقاييس صحيحة مع طريقة صحيحة باش يشد القالم اكيد راح يتحسن لما كل يوم راح تعطولوا واليالو كان هكذا ببضعة أستر يخدمهم ايضا اسئلة وحدة اخرى هذا هو سؤال الاخر اللي حنجاوب عليها بالنسبة للنهار اليوم قلتولي وشنو هي طريقة باش يحسن طفل تاعنا التركيز طفل تاعي ما يركش مليح ولا في المدرسة ما يتبهش مع الأستاذة ولا الأستاذة هي يتهدر هو راه عيان ولو يلعب على كل حال هاد النقطة تسرى الكامل تلاميذ باشك ما تنسا وسيخطو بالطفل تاعنا او صغير خمس سنين ست سنين سبع سنين ما زال ما زال حاب يلعب ما زالوا نعسان ما زالوا عيان ما زال بزاف أمور ادن احنا معليش ما لغيتو ناخدو بعين الاعتبار هاد النقاط ونحاولو نشجعوهم دايما باش ينجحوا أطفالنا لانو هذا هو البيت تاعنا انو الطفل تاعنا ينجح على كل حال قلت لكم من بين الاشياء اللي خلو طفل تاعنا يركز مليح لازم غيدوزي لطن ديفون لزكرون معنى تهالوقت لما الفتعتوه مقابل لا تيلي ولا لا تابلات ولا التليفون يفوت نقصوه بسك يخليه يتوه ويروح بعيد مع هادوك اللي تخيك لو يتفرج فيهم لذا لا تيلي ديرو لها وقت ولا لا تابلات ولا اي شي ديرو الوقت محدد يلعب به لما يجي بالمدرسة ولا بالويكاند فاقت بيش هكا الطفل ما يوالفش بزاف لزكرون وينسى قرأتو وينسى كلش ايضا يفو تركزو واغمانتي لطن تاعلى لكتور المطالعة ماشي فاقت راكم تقرأولو لهوا ويقرأ في القصة المطالعة راه يتعاون في التركيز لانو الانفون كي يقرأ باش يقرأ سيغيان ميا فوص تطولو يطالع الكوتب بالكوتب يولي يركز مع القصة اللي راه يقراها يولي يحووس يفهم كس كي سيباسي من بعد مش ترا مور لانتخوجكسيون ولا وش ترا من بعد انتوليكا هادو نقاط ملاح حاولو تطبقوهم ايضا كان بعد الاطفال نشوفوهم ساكن عيانين هذا راجع للوقت تعلو سومي كان اطفال يصهرو ومبعد صباح يلا جمال باش ينود والأم تاعد نود ونود نود بس كي الحاق الوقت تاع المدرسة اللو حاولو ريقلو وولادكم وديرو لهم وقت تعرقاد باش صباح كي نود ينود انفور مي نود ناشط ميروحش لهيكل عيان ومغمد خاتش العياء محاش يخليه يكونسنتري هادي حاجة مفروغ منها ايضا كان دفوا دي بروبلم اوديتف وفيزيول تاع السمع و تاع الباصر هادو هما اللي خلو الطفل تاعنا ميركش مليح ايدا حاولو تشوفو اذا الو بروبلم كان تاع الباصر ولا كان عن تاع السمع لانو يأثر بزف على كونسنتراشون ايدا الاليمونتاشون الاليمونتاشون سيو اعطو لولادكم بعد لزاليمون الليكون فيهم لوميغا 3 والفيتامين ب والفر هادو الفيتامينات الداكيرات تاعنا محتاجتهم بزف ايدا حاولو تاعطو لهم تلقاهم مثلا في الانواء في الpoisson في سيختان لجوم اتو حاولو تاعطو لهم يأكلوهم ولا كاريمن دي كومبليمون اليمونتر من عند لفرماسي سيقزيست او ما فيهم ش دي مال و آخيرا نقول لكم الانكوراجمون تشجيع الطفل باش يدير دي اكتيفيت مام راهوش في الكل راهو في الدار ولا في بريود تعوط لا ولا وي كند ولا خرج من المدرسة بي امبورت وش دولو اي اكتيفيت وتمرين ناشاط وش حبيتو اخدموه معاه بالاقل وش اعطولو دي كونسين با ابا ماشي قال بون هاو تمرين دور على الحرف الفلاني ولون الحرف هذا والارقام ديرهم سه مربطهم مش نون ما تكتروش عليه لكونسين عطولو واحد بواحد مثلا ولي دي هاو تمرين هذا في عدة نقاط احنا احنا نبدأ بالنقطة الاولى مثلا اولا حوس على الحرف الف ودور عليه لما تلقاه كيكمل هادا النقطة ولي دي دوك احددو تلفو هالو لكن احنا نديرو طريقة تا نمدولو اون كونسين بوتي ابتي هاك دا اليوم ما نعطينا لو بالنقطة نجوز معا هذيك سمانة سمانة اللي من هيك نحاولو نعطولو زوج دو كونسين على جه قال ولدي لوون بالصفر هاد الحرف ولون بالحمر هاد الحرف هاد اللي حبيت نعطوه لكم لانو فوق هاد قاعد ايجا فوق هاد كامل لازم تكون عندكم تيقى في ولدكم وديرولو انكوراجمو اذا انتو ما مشجعتوش وما وقفتوش معاه الطفل حيزيد يروح فيها كامل تشجيع ولدك مام ناقص ماشي ناقص كما حبيتو كيسو يكون من الاوائل ولا من الاخرين ولم لي موايا تشجيع طفل تاعنا اللي امبوغطان امبوغطان في البسيشيك تاعو كيسو باش يكتب مليح باش يركز باش يقرام باش يدير مجهودة في القسم دايما نرجعو للنقطة تحت تشجيع الطفل تشجيع الطفل على نامبوغط كالبخوغيسيون دارها مجهود دارو دايما هاقدر الطفل تاعنا يزيد يكبر الطيقة تاعو في روحو وينجح بإذن الله ايدا هادو بعض الاسئلة اللي طرحتهم لاني حاوت لنا رب ينضع لهم باختصار ربع اسئلة هادو نولي لكم لوش حطيت ايدا كايين بزاف اللي قالوا لي ماذا بنا تعطينا حلول تاع دفاتر الانشيطة كايين وحد أخر قالوا لي لا الستيدة قالوا لي دا عندك دا مو دال تاع كاراريس القسم تاع تمارينات نقدر نديرهم يكونوا يتماشا ومع البرنامج السنوي أكيد كايين قالوا لي ماذا بنا دا عندك كاراريس الخط ولا أنا اليوم حاولت نحط وش طلبتولي متحضيري سنة خمسة إذن بالنسبة لتحضيري راح تلقاو الرابط في الابت على فيديو حطيت لكم كراس تاع التلوين يتواشا مع التربية تشكيلية وحطيت لكم أيضا كراس قسم مرائع في غير مرائع يتماشا مع البرنامج السنوي إذن راح تلقاو عدة أشياء منها الحروف الحروف كسو سوى يتبعوا برك اللي بوان ولا يلونوهم لما يلقاوهم لأنه طفل تاع تحضيري أول حاجة لازم يتعلمها كيفاش يمسك القالم وكيفاش يدير الخطوط كيفاش يمشي معاهم خاش هادو هما الأشياء اللي حيخلوهم مع الوقت يرجع يكتب نبدو دايما بالخطوط كيفية تمسك القالم الوضعية الصحيحة اللي باش نكتبو وكيفاش نقعدو كيفاش نشدو الكراسة تعنا كيفاش هادو هما ديبيوت تاحهم بالنسبة للسنة الأولى حطيت لكم كتاب فيه تمارين ونشاطات للرياضيات تنمتماشي مع البرنامج السنوي أيضا حطيت لكم كراس تالحورف والكتابة مرتب على حسب وش عندهم في البرنامج فيما يخص سنة الثانية سنة الثانية حطيت كراس قسم فيه نشاطات مختلفة كشو سواء تربية إسلامية ولا علمية ولا عربية ولا رياضية وحطيت لكم كراس قسم خاص باللغة العربية فيما يخص سنة الثالثة سنة الثالثة حطيت لكم حلول تا كراس أنشاطات الرياضية وحطيت لكم حلول كراس أنشاطة تا لغة العربية وفيما يخص سنة الرابعة حطيت لكم واحد لكراس القسم تا مختلف المواد أنا شخصيا عجبني بزف بزف طريقة تا تمارينات كيفش مرتبة مع البرنامج فغيمون عجبوني تمارينات لي فيه حبيت نبرتاجيه وحطيت لكم الحل والشرح تا كتاب مدرسي تا الرياضيات بالنسبة للسنة الخامسة السنة الخامسة حطيت الحلول تا دفتر الأنشطة في الرياضيات حطيت لكم الجزء الأول وحطيت دفتر الأنشطة لغة العربية حطيت لكم الجزء الأول أيضا هذا طالبا لبعض أولياء التلاميذ والأساتيدة باش هكدا يقدروا يتبعوا ولادهم اليام يقروا ولادهم في البيت أيضا فوش من البروغرامراهم ولا فوش من الدرس راهوا لاحقوا ولدهم راح يتماشا وسوى سوى مع الأستد ما يسبقوه ما يكونوا متأخرين معه وشو نقولكم نتمنى أنه هاد الفيديو تكونوا استفدتوا منها ربي نجح ولادنا كاملين وإن شاء الله اللي جميعا واحدة عندوا حاجة في قلبو ربي نحققها له بإذن الله والسلام عليكم